بحضور أزياد من مئة ممثل دولة وثلاثين منظمة دولية وعدد مهم من قادات العالم تصدف العاصمة الصينية بيكين أشغال مؤتمر الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي حدث تعقيده بيكين كل خمس سنوات وخلال هذه النسخة الثالثة يصل إلى عامه العاشر لتجمع وزارة الخارجية الصينية بين ذكر انطلاق هذه المبادرة وبداية نسخة جديدة هدفها خلق منصة لمناقشة وتطوير تعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق حسب تعبيرها أعمال هذه المبادرة الاستراتيجية الشاملة تضم ثلاثة منتديات رفعة المستوى جمعت بين الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي كتيمة لها فضلا عن ستة منتديات موضوعاتية حول الاتصال التجاري والاتصال بين الشعوب والتعاون في القطاع البحري مؤتمر الحزام والطريق أو طريق واحد حزام واحد مبادرة دولية هدفها تطوير ممرات النقل التجارية وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من ستين دولة في كل من آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا كما أن هذا الحدث فرصة جمعت بين قادة العالم أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تعتبر زيارته هذه هي الأولى التي يقوم بها منذ اندلاع النزاع الأوكراني الروسي في فبراير من العام الماضي